السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وآخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق عندي مكالمات تنتظر تفضلوا تفضلي محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام شيخ عندي سؤال واحد فيه هنا مسابقة مالت جري ولي بيشترك فيها يكون يدفع رسوم حق الاشتراك وبسعدين يشترك بعدين أنا استثرت عنها ومدرسلت على الغايمين فيها قال إنها الرسوم الاشتراك إنها تكون حق يعني حق مثلا أنا عليها ميدالية أخر شي حق التيشيرت يعطونك الأرغام يعني تجهيزات إن شاء الله وفيها جوائز بس الجهاز تكون من الفلوس للاشتراك إن شاء الله يا محمد بس ما الحكم يعني أنا سمعت إنها ما يجوز يعني نفس الكمار إذا كانت الاشتراك فلوس الاشتراك من تسمع الجواب محمد أبشر مرحب مرحب ممسعد السلام عليكم يا شيخ وليكم السلام يا شيخ عدنا ذهب نعم نحن كل سنة نطلع علي ذكا سمعنا بالفتاوي يقولون ذهب الملبوس ما علي ذكا وريد بس تفتاء منه إن شاء الله وما عدنا ملبوس يعني مشيول ما عدنا يعني بس نزيله إن شاء الله الله يرضى عليكم ويا شيخ والدي تغسل كله والمقعد ما نتغسل بيوم نروح على غسيل الكلا يعني الصلاة ما لها يعني ما تجاهل قبله ونصلي مرة صلاة الزر والعاصر إن شاء الله بس يعني ما باتجاهل قبله وتقول رجل الصم ونحن ما خلصهم وما علينا خطأ يعني منعوها من الصيام يعني والله هي تغسل كله يعني ما تقدر عاصي إن شاء الله يمسعد جزاك الله خير مرحب أختي زينب السلام عليكم السلام وكبركاته يا شيخ أنا دائما سنوات بقوم قبل الفجر بساعة بضع المنبه بساعة هل سوى حرج التوقيت إن شاء الله يعني مثلا إن كان الفجر أربعة بضع المنبه الساعة ثلاث لو كان الساعة خمسة بضعه أربعة يعني سنوات دومت أكيد فيها شيء إن شاء الله ويا شيخ أنا دائما بصلي أربع رقعات بعد الظهر أربع قبله وأربع بعده وأربع قبل العصر وأربع بعد العشة بعد راتبة العشة وبوتر في الليل بـ 11 رقع الأفضل أداوم عليه وأتركه نحيانا طيب يا زينب ويا شيخ أنا بقرأ في اليوم أربع صفحات هل تكون دا ورد أداوم عليه إن شاء الله يا زينب ويا شيخ أنا قبل المغرب دائما مدام وأبصلي رقعتين وقبل العشة وقبل النوم بنوى بنسل نطل وضو هل جايز في الأوقات الثانية ما بصدي إيش قلت قبل المغرب ولا قبل العشة قبل المغرب والعشة تصلي رقعتين تصلي قبل المغرب قبل المغرب رقعتين وقبل العشة رقعتين وعند النوم رقعتين قبل العشة بعد قبل المغرب بعد الأذان بعد الأذان لكن مرات في المسجد بيكون وقام الصلاة يعني ماذا يصل بي إن شاء الله وقبل العشة ليس سنوات يا شيخ هنفع له صحيح أبشر إن شاء الله جزاك الله خير مرحب ابو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الله يا أخي الفاضل الله يسعد لك يا شيخ عندنا في المسجد القريب من البيت يعني ولد شباب يسمحوا له بالأدان لكي لا لدينا مؤدن رسبي في المسجد عندما يأتي للشهادة يقول أشهد أن لا إله أشهد أنه أنا كلمته مرة قلت له أشهد أن لا إله وهو يمد هل فيه هنا قطأ ولا شعالي ابو عبد الله الله يزيك بالخير يا شيخ مرحبا مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر طبعا عندي من اللقاء الأسبق مجموعة أسئلة في أقل وقت عن الإجابة عليها أمت الله من العين طبعا في سؤالها الثاني تقول هل يشرع مثلا جعل صوت الأدان خلفية للمقاطع التي تنتشر بين الناس أخت الفاضل أبارك الله فيك بالنسبة لي الأدان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة الأدان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة ووضع الأدان خلفية على غير ما شرع له أعتقد بأن هذا غير مشروع يعني فما الداعي لوضع الأدان خلفية لمقطع فيديو لا يمت إلى يعني وقت الصلاة بصلة فهذا أعتقد من التصرفات التي في الغالب يقوم عليها أناس ليس لهم نصيب من العلم الشرعي واجتهادات لكن ينبهون على هذا بارك الله فيك موزة من قطر تسأل عن تقول يعني سمعت بعض الشيوخ يقولون هذا الدعاء اللهم ارزقني لذة النظري إلى وجهك الكريم في غيري ضراءة مضرة تسأل عن صحة هذا الدعاء ومعناه أختي موزة من قطر بارك الله فيك بالنسبة لهذا الدعاء هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لإلى آخر الدعاء ثم ذكر قال اللهم ارزقني لذة النظري إلى وجهك الكريم في غيري ضراءة مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا رحم الراحمين وهذه أخت الفاضلة يشير إلى مسألة من أهم المسائل عند أهلي السنة والجماعة وهي مسألة نظر أهل الجنة إلى وجه الله الكريم وهذه أعظم نعمة ينالها أهل الجنة حينما يرون الله عز وجل في الجنة ينظرون إليه بعيون رؤوسهم ويرون الله عيانا يرون الله وينظر هذه أعظم نعمة لأهل الجنة ولذلك الله جل وعلا قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة جاء في تفسير الزيادة في الحديث النظر إلى وجه الله عز وجل قل جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظر والبهاء والجمال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله ولذلك عداها بإله قال إلى ربها ناظرة قل جل وعلا كلا يومئذ أي كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون هذا من العقوبات للمشركين والكفار أن الله يحرمهم النظر إليه أما أهل الجنة فمن أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله ولذلك النبي عليه الصلاة أكد هذا في أحاديثة كثيرة حتى إنه قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤية الشمس قال الصحابة لا قال كذلك ترون ربكم عيانا كذلك ترون ربكم عيانا فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم أم إسماعيل من هولندا تقول سمعت من بعض الناس بأن صلاة الضحى ما يواضب عليها دائما ما حكم ذلك أختي أم إسماعيل من هولندا بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الضحى الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة وقد أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى وأوصى أبا ذر وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى في آخر حديث يصبح على كل سلام من الناس صدقة قال في آخر الحديث ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى صحيح المسألة خلافية يعني بعض العلماء يذهب إلى أن صلاة الضحى تصلى غبا ما معنى غبا يعني يوم ويوم يوم ويومين مثلا ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فاته قيام الليل يصلي الضحى من فاته قيام الليل يصلي الضحى والراجح من أقوال أهل العلم مشروعية المواضبة على ركعتي الضحى وأن فيها الأجر العظيم والثواب الكبير ولذلك أخت الفاضلة هي مسألة خلافية قد تسمعين يعني أقوال أخرى لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة ولو واضبتي عليها فأنت فأنت فاعلة لعمل صالح وطيب وتؤجرين عليه بارك الله فيك أم اسماعيل من هولندا طبعا ذكرت صلاة الصبح تقول بأن ابنها يعني يصلي الصبح وبعدين يصلي السنة أو يعني ذكرت نحو هذا أختي أم اسماعيل من هولندا بارك الله فيك أولا لابد أن نعلم بأن الفرائض خمسة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اللي هي الفجر تسمى الصبح والفجر هذه الفرائض معدى ذلك سنن بعضها سنن مؤكدة وبعضها سنن مستحبة أهم شيء أن يصلي الإنسان الفرائض ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وأهم سنن الرواتب وأكد سنن الرواتب ركعتين الفجر الصبح هذه اللي قبل الفريضة بعد الأذان هذه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه خير من الدنيا وما فيه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هاتين ركعتين مع الوتر في الحضر والسفر ما كان يتركهما أبدا والذي صلى الصبح وفاتته ركعتين الذي صلى الصبح وفاتته ركعتي سنة الفجر الذي صلى الفجر وفاتته السنة القبلية يصليها بعدها أو يصليها ضحا فإذا ابنك مثلا تقولين صلى الصبح الفريضة كان مستعجل عنده دراسة عنده عمل عنده شيء وما صلى السنة الراتبة يصليها بعد الفريضة أو يصليها وقت الضحا بارك الله فيك محمد من قطر يقول هناك مسابقة جري فيها دفع رسوم اشتراك يقول أنا سألت وقالوا ما يجوز وقالوا بأن رسوم هذه يترتب عليها وضع جوائز وميداليات وشيء من هذا القبيل محمد بارك الله فيك بالنسبة للمسابقات عموما التي تقوم على إما الغرم وإما الغنم فهذه لا تحل إلا في ثلاثة أشياء لا تحل إلا في ثلاثة أشياء ما هي الأشياء الثلاثة هذه الثلاثة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر واضح هذه لا سبق إلا في نصر يعني السهام أو خف السباق على الركاب على الإبل أو حافر على الخيل أو حافر على الخيل بقية المسابقات إذا كان هناك جهة تتبنى الجوائز مثل اتحاد رياضي إدارة مثلا أو منشى تدعو الناس إلى الجري والمشي وقالت الجائزة علي وما تطلب من الناس أن يدفعوا ما فيها شيء ما فيها شيء وهذا في الغالب تقوم فيها الاتحادات والهيئات الرياضية أما إذا وجدت مسابقة يقال للناس ادفعوا ادفعوا وهذا الدفع يترتب عليه إما أن تغنم وإما أن تغرم هذا الذي جاء المنع فيه وهذا قول جماهير أهل العلم على أنه هذا ممنوع على أنه هذا ممنوع هناك من يتحدث على ما يسمى بالرسوم رسوم الاشتراك التي هي رسوم معقولة ويسيرة جدا فقط لضمان أسماء المشتركين مثلا يعني هذه الرسوم لا تستخدم كجوائز وإنما رسوم بسيطة جدا يعني مثل أشبه برسوم الإدارية يرخص في هذا العلم لأنه ما لا علاقة بالغرم والغن يعني تدفع ريال عماني عفوا ريال قطري أو ريالين أو خمس ريالات هذه ليست بشيء لكن تدفع مبلغ تشترك حتى والله إما أن تغرم وإما أن تغنم هذا عده العلماء من الميسر في غير الثلاثة التي ذكرتها لقبل أقلي أم سعد من العراق تقول عندنا ذهب يعني أعديناه للبس ونطلع زكاة كل سنة سمعنا بأنه ما عليه زكاة تقول نحن حافظينا للبس يعني ما حكم ذلك أختي أم سعد بارك الله فيك بالنسبة للذهب على ثلاثة أقسام من حيث التعامل النوع الأول للتجارة إنسان عنده ذهب للتجارة يعني دائما يبيع ويشتري يبيع ويشتري هذا يجي فيه الزكاة ويأثم الإنسان ويكون هادم لركم من أركان الإسلام إذا ما زك هذا الذهب واضح؟ هذا للتجارة ويمثل بعض الناس عنده سبائك وبعض الناس عنده محلات النوع الثاني ذهب أعدى للكنز إيش معنى الكنز؟ إذن للدخار يعني عندك ذهب تقولين أنا أدخرت هذا الذهب حتى إذا ارتفع بعت أستفيد منه يجي فيه الزكاة قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم ولذلك هذه الآية تشمل هذا النوع الذي قبله عندنا الآن النوع الثالث الذي سألت عنه أنت وهو الذهب الملبوس يسمى الحلي المعدل الاستعمال واللبس هل فيه زكاة أم لا؟ قولان في خلاف القول الأول قالوا نعم تجي فيه الزكاة وهذا قال به مذهب من المذهب الفقية الأربعة واختار هذا بعض العلماء وقالوا بأن الذهب عموما فيه الزكاة قول الثاني قول الجمهور وهو قول المذاهب الثلاثة وقول فتوى سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه لأنه من جملة القنية مثل الأثاث في البيت ومثل السيارة ومثل الثياب هذه ما تزكى قالوا كذلك الذهب الملبوس وهذا الذي يظهر أنه الراجح أن الذهب الملبوس اللي عدتها المرأة لللبس لا زكاة فيه سواء استعملت أو ما استعملت ما عندها نية للكنز ولجأ في بالها أن تكنز حتى تبيعه تستعمل في العياد في الزواجات هذا هو الراجح لأنه ما في زكاة أم سعد من العراق تقول والدتها تغس الكلا وتقول إذا ذهبت إلى العيادة أو المكان الكرسي إلى غير القبلة تقول تصلي الظهر والعصر لكن بغير اتجاه القبلة ومنعها الأطباء من الصيام وهي مصر على الصوم ماذا عليها؟ أم سعد بارك الله فيك وشف الله الوالدة وكتب الله أجرها صلى الله تعالى أن يضاعف لها المثوبة والجزاء على قدر ما أصابها الأمر الثاني ما دام أنها غير قادرة على استقبال القبلة فلا حرج عليها وذلك لقول الله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله ولكن يا أم سعد هل يمكن تقدمون نصيحة للعيادة أو المستشفى مثلا بأن يجعلون الكراسي اللي عندهم غسيل إلى جهة القبلة إذا قلتيني نعم قدموا نصيحة قولوا لهم يعني كبار سن ويصعب عليهم وما يشق عليهم مثلا كمبنى وممكن تحريك الكراسي نصيحة لله قولوا لهم هذا شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة إذا استجابوا استجابوا ما استجابوا الحمد لله الوالدة إذا استطاعت تتجي إلى القبلة الله أكبر وبعدين تكمل صلاة طيب ما استطاعت تصلي على الحال ويجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر من دون قصر طبعا جمع تام من دون قصر ما دام أنها تعاني مشكلة وهي مسألة غسيل الكلا يبقى الجواب على مسألة الصيام إذا قرر الأطبة بأن والدة أم سعد ممنوعة سوم حرام عليها تسوم إذا قرر الأطبة أن والدة أم سعد والدة أم سعد ممنوعة سوم لأنها تغسل وخطر عليها ما يجوز لها تسوم الله عز وجل ما أمرنا بمثل هذا أمر الصحيح السليم الذي قادر على الصيام وما أمرنا الله عز وجل بأن نهلك أنفسنا يقول جل وعلا وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلك قل جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيم ودين الإسلام ما يوقع الإنسان في المشقة والحرج والمرض أبدا دين الإسلام ينقذ الإنسان من الحرج والمشقة فلذلك لذا الأطبة لجنة طبية قال والدة أم سعد ممنوعة سوم خطر عليها ما يجوز لها تسوم والحمد لله جعل الله جل وعلا لها بدل الصيام الإطعام إذا أطعمت كأنها صامت الأجر واحد تطعم عن كل يوم مسكين والحمد لله زينب من السودان تسأل تقول أنا يعني عندي عادة أنني أقوم قبل صلاة الفجر بساعة سواء في الصيف في الشتاء يعني أضع الساعة قبل الفجر بساعة هل هذا مشروع؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك تقبل الله منك وهذا عمل صالح وطيب وساعة هذه نعمة من نعم الله تقومين فيها الليل وهذا أفضل أوقات قيام الليل وهو الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيها الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وينادي عباده ويقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل فكونك تقولي والله أنا تعود هذه عادة طيبة لأن هذه أنت الليل كل محل القيام وكونك تخصصت مثلا جزء منه تقولين أنا أرى يعني تجدين لذة وصلاح لقلبك في هذا الوقت طيب بارك الله فيك زينب من السودان تقول بأنها تصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر وأربع قبل العصر وتصلي أيضا بعد المغرب ركعتين عفوا وتقول قبل العصر أيضا وحدة عشر ركعة أيضا تقوم الليل ما حكم ذلك أختي زينب بارك الله فيك يعني ما ذكرتيه كله وارد وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أربع ركعات قبل العصر بعد الأذان ورد فيها حديث جود إسناده وكثير من أهل العلم رحم اللهم رأى أن صلى قبل العصر أربعا هذه نعمة من نعم الله بعد الأذان وكذلك تقومين الليل بإحدى عشرة ركعة هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي بعد العشة أربع ركعات ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أربع ركعات بعد العشاء وكان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة حديث عائشة رضي الله عنه فأنت على خير وواضي بي على هذا بارك الله فيك زينب من السودان تقول أنا يوميا أقرأ أربع صفحات هل هذا يعد وردي من القرآن الجواب نعم يا زينب بارك الله فيك وهذا نعم من نعم الله كونك تقرأين أربع ورقات وتجعلين هذا يعني عاد لك يوميا في قراءة القرآن هذا هو الورد اليومي في قراءة القرآن تقبل الله منك زينب تسأل تقول أنا أصلي قبل المغرب يعني بعد الأذان ركعتين وقبل العشاء أيضا بعد الأذان ركعتين تقول ما حكم ذلك خاصة وأن يعني الذين في المسجد يمكن يكونون قد خرجوا من المسجد زينب بارك الله فيك أولا بالنسبة للمرأة ليس لها علاقة بالمسجد ما دام أنها تصلي في البيت فالارتباط بين صلاتها وصلاة الجماعة في المسجد هي تصلي في بيتها لأن الله تعالى أسقط عنها الجمعة والجماعة والصلاة بين كل أذانين هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين كل أذانين صلاة ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء فدل هذا على السنية قوله لمن شاء دل على أنها سنة مستحبة والمقصود بالأذانين الأذان الذي هو رفع الصوت بالنداء والأذان الثاني الإقامة فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة أذان وهذا كما ذكرت لك لا يعني بأنك أنت إذا أقيم المسجد لا تصلي لا لا علاق العبرة بإقامتك أنت يعني أنت الذي لما تبدئين بالصلاة فلو خرج من في المسجد وأنت صليتي بعد العيشة بعد ساعة حبيتي أنك تصلي ركعتين قبل الأذان جازة جازة لك ذلك ولله الحمد والمن أبو سالم وعليكم السلامة أهلا وسهلا سؤال معاملة مالية صورته أخترض من شخص المملكة مبلغا بالريال السعودي على أن أرده له بالدولار في ليبيا قد يكون بعد يوم قد يكون بعد يومين لأن الريال لا يتعاملون به في ليبيا وتوجد مصلحة في هذه المعاملة للصلاة لأنه يريد إرسال المبلغ لليبيا وأنا أريد إرسال المبلغ الذي في ليبيا للسعودية فما حكم هذه المعاملة شيخاً يعني الاتفاق حصل في أول العقد على أنك أنت تقترض منه بالريال وترد له بالدولار نعم في ليبيا لأن الدولار الليبي ليست ثابت في ليبيا لكن الدولار يعني بحيث أنه يقدر يصل فيه في أي وقت شاء الله يا أبو سالم أياك الله حبير السلام عليكم عليكم السلامة الله عندي شؤال أنا وأمي نعيش لحدنا ببيت ما عندنا يعني رجال بالبيت وأبويا متوفي وهذا البيت ملكني وعندنا راس التقاعد إلي والأمي يصير نستري سيارة عن طريق القرض وقرض بربح لأن ما عندنا أحد أنت ضد بيها شغلات البيت إن شاء الله يا أبي إن شاء الله شكرا عفوا سارة السلام عليكم عليكم السلام أرط الله يا شيخي فقالت في وقت ناضي عن كره كنت أقصد يا شيخ أن تكره شخص بسبب هذا كبير سببه لك بضم أو تهم أو قطوة هل يجوز هذا أعيدي لو سمحت سألت في وقت ناضي عن الكره يا شيخ أيها شعور الكره إذا شعرنا به تجاه أي شيخة عمل لنا أي شيء مثلا ظلم أو تهمة أو قطوة هل يجوز هذا الشعور يعني هل يعتبر من أمراض الكلب أم لا يعتبر إن شاء الله والعجب يا شيخ العجب من مقصود طؤال العجب يا شيخ حتى هو سألت عنه في يوم ماضي كنت أقصد به أن يشعر الإنسان بالعجب في أمور الدين رغم أنه يقرأ هذا ويستقصر مباشرة ويتوب منه ويعلم أنه من فضل الله عليه ولكنه بعض الأحيان يشعر بالعجب في نبي هل يكفي هذا إن شاء الله يا شيخ في دعاء يقول أعود بكرينات الله التامنات من شر ما خلق وزرأ وبرأ ما معنى زرأ وبرأ؟ إن شاء الله هل رمضان وشعبان ليتوا من أشهر الحرم؟ وما المقصود بالشهر الحرام في الأشهر الحرم؟ ما سبب يا شيخ الوسواب في العبادة؟ هل هو يكون بسبب مرض أو يكون بسبب سحر أو ما؟ ونعيب بالله طيب طيب حياك الله يسار طيب طيب أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول عندنا في المسجد شاب يؤذن يعني مكلفين بالأذان يقول إذا أذن يقول يمد في كلمة أشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول نبهناه لكنه يقول هل هذا خطأ؟ أبو عبد الله بارك الله فيك لا شك بأن هذا خطأ أشهد أن لا إله إلا الله ما فيها مد أشهد أن لا إله إلا الله أما أشهد أن لا إله إلا الله هذا خطأ خطأ هذا لحن هذا لحن لحن جديد ولذلك لابد أن ينبه ويعلم لابد أن ينبه ويعلم أنا ما أعرف بأن لفظة أشهد أن فيها مد فلا بد أن يتعلم ولا ينبغي له أن يتقدم للأذان وهو لا يحسن الأذان ويعرض على الجهة المسؤولة يجروا له فحص واختبار أو هو يتعلم مدام أنه مكلف يتعلم يشوف أذان الحرام المكي أذان الحرام المدني أذان ينقل في الإذاعة من الجوامع مثلا أو يدرب يعلم بارك الله فيك نبهه على هذا بارك الله فيك أبو سالم الليبي يسأل عن معاملة مالية يقول اقترضت من شخص بالريال السعودي يقول واتفقت معه على أن أسدده بالدولار في بلدي يقول لأني أنا مستفيد وهو مستفيد يقول ما حكم ذلك أبو سالم بارك الله فيك بالنسبة لمن اقترض من آخر مبلغا ماليا فإنه يرده بمثله يرده بمثله وإذا لم يكن اتفاق مسبق وجاء عند السداد فطلب أن يسدده بغير العملة التي اقترض بها جاز ذلك بشرط أن يكون بسعر اليوم بشرط أن يكون بسعر اليوم أما إذا اتفق على أن يكون السداد بعملة أخرى فهذا محرم ولا يجوز فالصورة التي ذكرتها يا أخي الفاضل محرم ولا تجوز لأنك بداية العقد اتفقت معه على أن السداد يكون بالدولار وأنت أخذت منه بالريال هذا ربا هذا يسمى الصرف لذلك ربا أما لو مثلا جاءي لسددك بالريال وقلت لها وقل ليها دولار ووافق هو تحسبون سعر الدولار بسعر اليوم وقت السداد دولار أو غير الدولار فانتبه لهذا بارك الله فيك عبير من العراق تقول أنا وأمي نعيش في وحدنا في بيت وأبوي توفي تقول عندي راتب تقاعدي أنا والوالدة هل يجوز أن نشتري سيارة بغرض قضاء المصالح عليها عبير بارك الله فيك الجواب نعم ما دام أن عندكم القدرة على شراء السيارة بالنقد أو بالأقصاط الشهرية إذا كان البيع سليم يجوز ذلك ما دام أنكم بحاجة إلى السيارة خاصة تقولين بأنك أنت والوالدة فقط وتحتاجون إلى السيارة مثلا ما المانع أهم شيء أخت الفاضلة أن تشتروا بالنقد أو إذا اشتريتم بالتقصيد لا بد أن تكون العملية صحيحة عملية الشراء بمعنى أن يكون البائع يملك السيارة ملكتام لأنه ما يجوز أن يبيع الشخص مال يملك إذا كانت الجهة تملك السيارة تشترونها وأيضا أن لا يرتب عليكم غرامات على تأخير الأقصاط مثلا لأن هذه الغرامة ريبوية فإذا توفرت الشروط الصحيحة ما المانع بارك الله فيك سارة من لي بتسأل عن الكره تقول يعني إذا شخص تسبب لنا بأذى كبير مثلا وحصل كره في القلب تجاهه يعني هل هذا من أمراض القلوب أخت سارة بارك الله فيك بالنسبة للكره هذا هذا أمر من الصعب أن يدفع الإنسان الكرة تجاه شخص تسبب له بأذى تسبب له بأذى لذلك هذا مما جبلت عليه النفوس وطبيعة عليه القلوب وطبيعة النفس البشرية تكره من يؤذيها تكره من يؤذيها لذلك هذا لا يعد من أمراض القلوب هذا من الأمور الطبيعية العادية التي تحصل عند الشخص الذي ابتليه بآخر يؤذيه فكون مثلا شخص اعتدى عليك باللفظ أو بيعني أي نوع من أنواع الاعتداء طبيعي ستجدين كره في قلبك تجاه هذا الإنسان هنا تأتي مسألة مجاهدة النفس العفو الصفح الترفع محاولة النسيان تأتي عملية المجاهدة يعني تجاهدين نفسك وإلا هذا أمر طبيعي يعني أنا ما أعرف يعني مخلوق هناك من يؤذيه ويحب هذا المؤذي مثلا يتود يعني يحبه محبة قلبية ما أعتقد يوجد هذا في دنيا الناس بارك الله فيك سارة من لي بيتسأل عن العجب تقول يعني إذا شخص مثلا شعر بالعجب أثناء أمر ديني شرعي مثلا وهو يدافع نفسه ويعالج قلبه ويستغفر تقول هل يعني يأثم على ذلك سارة بارك الله فيك بالنسبة للعجب يطلق عليه العلماء الداء الدفين العجب يسمون الداء يعني المرض الدفين الموجود في النفوس ولذلك هذا العجب موجود أصلا في جميع النفوس البشرية يعني هو كامن كمون النار في الزناد كامن موجود في النفس نائم موجود هذا متى يظهر هذا تقدحه يقدحه الأعمال أو المناصب أو المال أو مثلا الصحة هنا يقدح زناد هذا الأمر فيظهر في في تصرفات معينة من الكبر والأنفة واحتقار الآخرين والإدلاء يدلي بعمله على الله عز وجل هذا هو الخطورة هنا وذلك ما في نفس بشرية إلا ويوجد فيها العجب لكنه خلية نائمة ها؟ مثل الزناد هذا يقدحه مثل هذه الأعمال فإذا المؤمن وجد هذا الشيء استغفر وعالج هذا الأمر وتواضع لله وتواضع لخلق الله وعرف بأنه مهما عمل مهما عمل فأنه لن يصل إلى ما يتعلق بيعني المآلات التي فيها تظهر فيها رحمة الله عز وجل يوم القيامة جاء في الحديث لو أن إنسان منذ أن نزل إلى الدنيا وضع رأسه على الأرض حتى يلقى الله حينما يأتي يوم القيامة يرى بأنه ما عمل شيء يستحقه أمام أمام فضل الله نعمة الله وجزاء الله عز وجل لعباده المؤمنين فلذلك الإنسان يحذر من العجب وهذا كما ذكرت لك يظهر أحيانا بعض الناس عندما يحفظ القرآن مثلا شوف نفسه على الآخرين يبدأ يعجب بنفسه يقول أنا أفضل من الآخرين هذا هو الداء الدفين هذا هو الخطر بعض الناس إذا تخرج وحصل على شهادة شاف نفسه على الناس بل بعضهم حتى شوف نفسه على والديه يرى بأنه متعلمهم جهال بعض الناس إذا نال وظيفة ومرتبة دنيوية أيضا شاف نفسه على خلق الله هذا هو الخطر المهلك وهو العجب لكن الإنسان يعالج نفسه ويداوي نفسه وينظر إلى أصل خلقته أو أصل خلقه ونهاية أمره وأيضا ما يحمله في بطنه في الحياة يعرف بأنه إنسان يعني ما يستحق أن يضيع يعني الأجر الذي يكسبه يذهب بمثل هذا الخلق السيء سارة من ليبيا تسأل عن دعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ تسأل تقول يعني ما معنى هذه الألفاظ سارة بارك الله فيك هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد لأن الخلق خلق وذرأ وبرأ كلها تعود إلى معنى الخلق والابتداء الخلق والابتداء ومن أهل العلم من يذهب إلى أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من جميع ما خلق الله عز وجل وما ذرأ يعني ما نشر ومن خلقه وبرأ أيضا قالوا مما مما هو من أفعال الخلق مما هو من أفعال الخلق وعموما لأهل لشراع الحديث معاني في هذا الحديث لكن عموما يجمعها أن الإنسان يستعيد بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله عز وجل كل ما خلق الله مما يرى ومما لا يرى مما هو في العالم العلوي مما هو في العالم السفلي من الإنس من الجن من الدواب هذا استعاذ بكلمات الله التامات سارة من ليبيا تسأل عن شهر رمضان وشعبان تقول هل هما من الأشهر الحرم وما معنى الشهر الحرام سارة بارك الله فيك يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم جاء بيانها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الأشهر الحرم وأخبر بأن ثلاثة منها متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم ذكر رجب هذا الشهر المنفصل وهو السابع في الأشهر القامرية العربية قال الشهر رجب رجب مضر رجب مضر وهذه الأشهر هي سميت حرم لأن الله تعالى حرم فيها القتان وحرم فيها أن يظلم الإنسان نفسه معلوم بأن الأصل أن الإنسان لا يظلم لكن في الأشهر الحرم يتأكد هذا الأمر ومعلوم الأصل في الناس ما يقاتلون ما يقتل بعض بعضاً لكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم وكان المشركون يتلاعبون بهذه الأشهر ولذلك قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء هو التأخير فكانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم الأشهر الحرم والأشهر الحرم هذه طبعاً فيها أحكام كثيرة خاصة فيما يتعلق بالحج بارك الله فيك إيمان السلام عليكم عليكم السلام أعطي الله يعطيك عافي شيخنا ويعافيكي الله يشفظك يا رب أنا عندي متكلة وحسن إيمان إيمان تفضلي بدي أحكي لحضرتك مشكلتي الآن أنا والدي وأمي يعني بيتاب وحضرتك وأهلي جميعهم يعني نعم نعم فبدي أحكي لكم مشكلتي الإختفار أنا متزوجة من 20 سنة تقريباً نعم زوجي يعني أخلطه صيئة إحنا ما كنا نعرف ما مشاة جداً فيه بين الناس بيضهر ببريستيج ووضع يعني مختلف تماماً أنا ما كنت أحكي لأهل مشاكل الضرب والإهانة والمثبات كانوا يعني يعني حاولوا بدولي أنا بإحنا نسجق بس جديد يعني 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 منشوفوا إشي تاني صراحة ضربوا لإلي يعني مؤذي كسر لي أنفي يعني كدمات على الجسر وبروح علينا يعني وجه الفجر يومياً بحالة مش يعني محترمة سأحكي تكرار يعني صورت أمام الأولاد يعني بالمرة الألفاظ طبعته وصلت آخر مرة أنه بدي يقتل ابني بحكي لزي ما جبتك على الدينية بدي أخلص عليك يعني يعني صراحة نعيشني برعب كتير أنا بخاف أنا بخاف طيب ومشكلة أنا قررت لإنتصال وكل مرة بتكرري الموقف كل مرة بصير أصعب من المرة الماضية ولفلي في الموضوع وإرجعي على البيت إرجعي عشان الأولاد إرجعي 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 أولادي الآن ابني بضغط عليه بحكي لي ماما هو عم 19 سنة أنا إذا أنت طلقت للطلاق أنا بشعي تشوفه وجهني هائين وأصلا ابني صار يعني حتى كان أول شي يعني شوف الشرب إنه كبيرة الآن صار ابني يعني شو يعني إذا شرب يعني أنا صار أخاف على عقيدتي وعقيدة أبنائي صراحة أنا وصلت فيه برجة إنها الوسات خوف ما بعرف أنام يعني الحمد لله من قدر ما تكذبت يعني هذي كيلوم والله شبت الرسول وأنا سلم بالمنام حسيتها بشارة من ابنائها هي في مصر بس أنا بدي أهلي عندما يسمعوك بدهم رأييك شو أتصرف أنا ناوي على الانتصال أنا ناوي على الصلاة أولاد دي بضغطوا عليك شعلا يا إما دكتور بضرر بعدين المطلقة دكتوري يعني مش محكوم عليها بالإعدام صحيح صحيح يعني ننظر المجتمع على الإنسان المطلقة للأسف يعني يعني أنا عندي هذا الخوف كمان إنه غير مطلقة أعانك إن شاء الله يا أختي أبشري 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 بإذن الله مرحب أختي مرحب أم ماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ أنا أسأل عن صلاة الجنازة أي هل هي المستحبة للمرأة إن شاء الله وبالنسبة لصلاة الجمعة لو أنا أروح أصلي الجمعة مع الجماعة يعني أفضل أو أصل بالبيت أفضل إن شاء الله يا ماجد الله يزدك خير شكرا مرحب مرحب أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام أفضل الله مرحب أهلا وسهلا عندي ثلاثة أسألة طبعا طبعا أول شيخ أنا عندي شغالات غير مسلمات أي لما أنا دوم لما أسوي شيء أقول الحمد لله حصليني شيء مثلا دورة ما حصلت أقول الحمد لله أشكر الله فهم الحين تحفدوا لما حصلوا شيء يقولوا الحمد لله أنه لسا سعى لما نسيت الآية أنه لما يفعى يعني وليس للإنسان إلا ما سعى أيها وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى لو سمحت تشرح لي ياها إن شاء الله سأل الرابع بازيدو بن عاس وما قلت لهم أربعة أنا أصلي أربعة شمد الله لكن أحيانا يؤذن أنا أكون في المطبخ يؤذن الظهر أنا أكون في المطبخ يقول مصطلاء أنا أكون في المطبخ لما أخلص يعني الطباخ في المطبخ أرجع أصلي أنظف أرجع أنا أصلي الأربعة أصلي يعني أحيانا مش كل مرة قصدك الأربعة قبل الظهر هين عمد التور الأربعة القبل الظهر إن شاء الله واختن فاضح مرحب مرحب محمد محمد تفضلي محمد أنا محمد من ليبيا أخفض التنزيز أنا محلات يقول محلات التقسيط المريح عن طريقة الاربعة الإسلامية محمد سلام عليكم سلام أخفض التنزيز وسألني من جديد ما هو السؤال 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 عندنا محلات تجارية أنا يقول التقسيط المريح عن طريق المرابعة الإسلامية أيوة وبعد أن تتفق أنت وإياه ويحولك على المصرف أي ويقسم لك مبلغ مالي نعم قسم لك 72 شهر أه بعد أسبوع أقول لك أنت يعني بعد أسبوع أنت يعني أقول لك كده كده هل هذا زائد أمد لها غزائد إن شاء الله يا محمد نعم إن شاء الله تسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله مرحبا مرحبا محمد طيب طيب سارة من ليبي بارك الله فيها تسأل عن الوسوسة في العبادة تقول يعني ما سببها هل هو مرض أو سحر أو مس أو شيء من هذا القبيل أختي سارة بارك الله فيك بالنسبة لي الوسوسة يعني هي إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية بمعنى أن الوسوسة قد يكون ليس لها علاقة بالسحر ولا ليس لها علاقة بالمس مثلا وإنما هي بسبب مشكلات عند الإنسان سواء في ضعف إيمانه أيضا ضعف تفكيره أيضا هناك بعض الشخصيات عندها قدر زائد من الاهتمام ببعض الأشياء مما يسبب ردة فعل عندها تتطور إلى حالة وعقدة نفسية ويدخل في عالم الوسواس وهو ليس مس ولا ولا سحر ولا شيء من هذا القبيل وإنما هذا يعني وجود أشياء في ذات الإنسان وهذا هو الكثير هذا هو الكثير وحيانا قد تتطور إلى مرض يصبح يعني درجة الوسواس القهري في وسواس نعم سبب مس شيطاني أو سحر مثلا أو عين مثلا يبتلى فيها الإنسان ولذلك ما نستطيع أننا نجعل كل وسواس مس أو سحر أو شيء لا في وسواس طبيعي يعالج في العيادات النفسية يعني بعض المرضى الذين ابتلوا ببعض الحالات حالات الوسوسة يعني كتب الله لهم شفاء على يد بعض الأطباء المتخصصين في الجانب النفسي مثلا لأن عندها ارتباك عندها اختلاف بعض الوظائف في جسده مثلا هو سببها الحمد لله تترتب أموره بعد جلسات معينة ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان يتخلى عن الرقية حتى لو كان الوسواس عادي وهناك لا شك بأن وسواس في الغالب طبعا هو صرع من الجن أو مس مثلا أو تخبط شيطاني يجعل الإنسان يصل إلى هذه الحالة لكن الحمد لله جعل الله تعالى الشفاء في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتح رقية هذه أعظم سورة في القرآن وأثرها عظيم جدا سبحان الله العظيم وذلك لمن فعلا توكل على الله وفوض أمره إلى الله وقرأ هذه السورة قراءة باستحضار قلب واستشعار عظمة هذه السورة وأن كلام الله عز وجل وأن أعظم الكلام هذا القرآن لو أنزل على جبل عظيم لتفتت من هولي هذا القرآن فكيف يعني يقرأها الإنسان ولا يحصل شيء أكيد في خطأ خطأ من عند القارئ من عند الراقي من عند المريض أنه ما عنده استعداد كامل فعلا حال القراءة وهو يقرأ هذه السورة العظيمة إمام من الأردن طبعا ذكرت قصتها الطويلة قالت بأن والديها حفظهم الله وبارك فيهما يستمعان إلي ويتابعان البرنامج عندها مشكلة مثل ما سمعنا مع زوجها متزوجة من عشرين سنة زوجها يعاملها بقسوة ووصل الحال إلى كسر أنفها سب وشتم تقول يعني يعاقر الخمرة وأثر حتى على أولاده تخشى على أولادها تطرب الطلاق تقول يعني لأنجو بنفسي تقول والدي دائما يقولون اصبري اصبري يعني هي ذكرت تقول يعني إلى متى أصبر مثلا حتى وصل الحال بأن يهدد أحد أولاده بالقتل وتقول يعني الأهل عنده مشكلة المطلقة أن المطلقة ينظر إليها نظرة يعني سلبية في المجتمع يعني تسأل تقول يعني نريد جواب أختي إيمان بارك الله فيك أولا سيكون الجواب على ضوء ما ذكرتي لأنني أنا لست بقاضي هنا حتى أني أسمع الطرف الآخر الذي هو زوجك ولذلك أنا أوليك ما توليتي وأقول هذا الكلام يعني الجواب في ذمتك أنت لأنك أنت اللي تحدثت تطلبين استشارة وجواب وإلا القاضي ما يسمع يعني القضاء في المحاكم ما يسمعون من طرف لا بد يجمع المدعي والمدعى عليه لكن بالنسبة لك يعتقد أنك يعني تتكلمين بحضور والديك وتذكرين واقعة بل هو يعني واقع معاش عندك في بيتك وأنك عانيتي مدة عشرين سنة وصلتي إلى حد أنك ما تستطيعين أن تكملي المسيرة مع هذا الزوج ووالديك يعني العاطفة الأبوية يمنعانك من الطلاق ويقولون بأن المجتمع ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة سلبية إلى آخر ما ذكرت أولادك الآن أيضا أصبحوا يمثلون حجر عثرة في طريق طلبك الطلاق وولدك الكبير يقول بأنه يريد يقول إذا طلبت الطلاق لن يعرفك وشيء من هذا القبيل أختي إيمان بارك الله فيك أنت مبتلى أنت مبتلى والابتلاءات أنواع ليس بالضرورة أن يكون الابتلاء مرض ولا حادث ولا حريق ولا غرق ولا خسارة مال أنت مبتلى بهذا الزوج على ضوء ما ذكرت والله جل وعلي يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمات وبشر الصابري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع ولذلك هذه الفترة فترة السنوات الماضية التي صبرت فيها صبر كبير وعظيم كل هذا في ميزان حسناتك وتؤجرين على ذلك أجر عظيم أمر الثاني الله عز وجل شرع الطلاق من الذي قال بأن الطلاق ما يجوز لماذا شرع الله تعالى الطلاق شرع الله الطلاق عندما تصل الحالة بين الزوجين إلى طريق مسدود عندما تصل يصل وضع الحياة الزوجية بين الزوجين إلى يعني اللا عودة كما يقولون ما يمكن أن يلتقي ولذلك الله عز وجل قال الطلاق مرتا ويقول جل وعليا أيها النبي وإذا طلقتم النساء وجاءت آيات كثيرة في ذكر الطلاق النبي عليه الصلاة سنطلق إحدى نسائه ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام الصحابة طلقوا عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته يعني الطلاق مشروع هو الممنوع الطلاق العبثي أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لكن مثل حالتك امرأة تعيش حالة من البؤس وحالة من القهر والسحق والاعتداء والتهديد بما يهدد حياتها يعني أنت السؤال كيف صبرت هذه المدة هو السؤال هنا كيف صبرت هذه المدة ولذلك تلفاظ لك الحق الكامل في أنك تطلبين الطلاق وإذا أبى تخلعين هذا الزوج النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من صلاة الصبح وجد امرأة على الباب قال من؟ قالت جميلة جميلة معروفة زوجة ثابتة بن قيس بن شماس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما ورائك؟ قالت والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين شوف لاحظ العدل لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين ولكنني أكره الكفر في الإسلام الكفر كفر العشير يعني قالت ما أستطيع أكره ما أستطيع أني يعيش معه رجل صالح و أخلاق و دين لكن ما أطيقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته لأنه كان الحديقة مهر العفن المهر حديقة قالت نعم يا رسول قال دعا ثابت قال خذ الحديقة وطلق هذا خلع المرأة تعتق نفسها تنقذ نفسها فيخط الفاضل لك الحق الكامل وليس لوالديك الحق يمنعانك من الطلاق خاصة في سبب لو ما في سبب نعم للوالد الحق وللوالد الحق أن يجبرونك على البقاء معه لأنه ما في سبب أو في سبب ممكن تتحمل المرأة فيها مشاكل الحياة الزوجية لكن يصل إلى الضرب والشتم واللعن وكسر الأنف والاعتداء بالضرب هذا شيء يعني فضيع جدا ما يمكن أن يتحمل ويحرم على ابنك هذا البالغ أن يهددك بمثل هذه الطريقة والله لن تريني وإن كان يمكن عاطفيا ما قصد ذلك يعني فقط يريدك أن تبقي مع والده لكن يحرم عليه أن يتكلم بمثل هذا الكلام وهذا نوع من العقوق وضرب من العقوق و لا يجوز له أن يتلفظ بمثل هذه الألفات لكن أنا أقترح عليك يا إيمان حل وسط يرضيك و يرضي الوالدين و هي قضية الصلح الآن يعني هي خطوة أخيرة هي إجراء أخير الوالد الله يحفظه و الوالدة يأتون بزوجك و يجلسون مع جلسة مثل ما يقول النهائية كإجراء أخير والله يا أبو فلان إذا تحترم بنتنا ما تعتدي عليها وتعاملها معاملة إنسانية تعاشرها بالمعروف كذا و كذا هذه بنتنا تفضل و يأخذون عليه العهد و الميثاق و يشهدون على هذا يأتون بشهود و يشهدون على هذا إذا رضي إذا ما رضي أنا أخشى على الوالدين أنهم يأثمون فيما لو إذا تسبب يعني ارتكب جريمة في حقك خطأ معين يعني ضرب ولا شيء أخشى والله على الوالدين أن يأثماني إذا فعلا أصر على قضية بقائك تحت هذا الزوج اللي يمارس معك مثل هذا العنف هذا الصلف و هذه القسوة حسن ما ذكرت أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجك على خير و خليها خطوة نهائية ما تدري لعل الله يصرح في ليلة و يشترط عليه الوالد ترك شرب الخمر ترك السهر ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا اللي أنت تذكرينه إذا والله وافق الحمد لله تجتمعون ما تدري لعل الله تعالى يعني يفتح على قلبه و تجتمع الأسرة إذا ما إذا رفض أنت الآن صاحبة القرار إما الاستمرار معه في ظل هذه المعاملة و إلا الفراق الذي شرعه الله سبحانه و تعالى أم ماجد من السعودية تسأل عن حضور المرأة لصلاة الجنازة جائز نعم يا أم ماجد بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تشهد صلاة الجنازة و تؤجر على ذلك لكن ما يجوز لها تشيع الجناز و لا يجوز لها تذهب إلى المقابر في الراجح من أقوال أهل العلم لكن تشهد صلاة الجنازة في المسجد نعم لها الأجر و الثواب أم ماجد من السعودية تسأل عن صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة تقول ما هو الأفضل أختي أم ماجد بارك الله فيك من فضل الله على نساء المسلمين أنه لم يوجب عليهن لا صلاة الجمعة و لا صلاة الجمعة و هذا فضل الله عز وجل و ذلك لأن المرأة تقوم بأعمال و أعباء كثيرة جدا و هذا تخفيفه من ربنا و رحمه لكن لو المرأة تقول والله أنا حاس أني والله عندي شوي قسوة عندي ضيق في الصدر عندي والله شوف أني بعيدة بقوة إيماني و في خطيب جمعة قريب منكم و في مصلى للنساء و الخطيب يرقق القلوب طيب و ش المانع كان النساء يحضرنا صلاة الجمعة على عهد النبي عليه الصلاة و السلام و المساجد أغلبها الآن و لله الحمد فيها مصليات فإذا شفتي أن هذا ما يأثر على حقوق الزوج و البيت و الأسرة ما في بأس لو حضرتي و تستمعين للخطبة و تتعلمين العلم الشرعي و تسمعين للموعظة التي تشرح الصدور و ترقق القلوب هذا شي طيب بارك الله فيك أم عبد الله من الإمارات أبو ظبي تقول عندي شغالات غير مسلمات لما مثلا أثقد شيء أو حاجة أقول الحمد لله أشكر الله تقول الخدامات تعودوا يقولون الحمد لله شكر لله ما حكم ذلك هذا شي طيب يا أم عبد الله بارك الله فيك و بالمناسبة ترى ليس فقط أهل الإسلام هم اللي يقولون الحمد لله غير المسلمين يقولون الحمد لله حتى المشركين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقول الحمد لله فكونك أنت يعني تلقنوا منك هذه الكلمة خاصة باللغة العربية نعمة لكن اشتغل عليهم في قضية الإسلام مثلا ادعيهم للإسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فادعيهم للإسلام جبينهم كتب مثلا بلغتهم حبي بالإسلام إليهم مثلا هذا أفضل تهتمي بهذا بارك الله فيك عبد الله تقول أنه عندي مصلة في البيت ويدخلون الخادمات الشغالات تقول إلى المصلة ينظفون ما حكم ذلك ما في شيء أهم شيء أنه ما يلمسون المصحف ولا تنظيف المصلة اللي في البيت جائز يجوز الخادمة أو الشغالة غير المسلمة تدخل المصلة وتنظفها لكن تنبهينها أنه ما تلمس المصحف أو ترفعين المصحف في مكان يعني ما يأتون إليه بارك الله فيك أم عبد الله تسأل عن قول الله تعالى وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى تقول ما معناه أختي أم عبد الله بارك الله فيك هذه الآية العظيمة تشير إلى أن الإنسان يلقى عمله يوم القيامة فسعيه اللي في الحياة الدنيا هو الذي يحاسب عليه يوم القيامة وَأَلْ لِيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لكن الله تعالى من رحمته بأهل الإسلام جعل لهم أعمال بعد الموت مثل الوقف مثلا ومثل دعاء الأحياء لهم ومثل صدقة الأحياء لهم هذا تكرم من الله وفضل وإلا الأصل الإنسان يحاسب على ما عمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن من فضل الله أن نوسع على أهل الإسلام وجعل لهم أجورا تصلهم في قبورهم بعد وفاة الدعاء الصدقة الاستغفار وكذلك الوقف الذي هو أوقفه في حياته وبقي بعد وفاة خلاص أم عبد الله سامحيني لأن المخرج يقول خلاص وكذلك محمد من ليبيا إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته